اشتركوا في القناة صفحة 24 أتمنى الأول أجب باختصار لماذا يستنفر الإنسان ويقفز إلى هاتفه المحمول لرؤية كل تنبيه جديد يصله ليرى الرسالة الجديدة التي وصلت هو إشعار عندما يصله تنبيه أو إشعار جديد بمعنى يرن الهاتف معنى أن رسالة جديدة وصلته إلى هاتفه فيقفز ويذهب لرؤيتها وتصفحها طيب لماذا أصبحت الرسائل النصية أكثر شيوعا من الأحاديث العادية لأن أغلب الناس أصبحوا يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحوا يرتاحون ويستعملون أكثر هذه الرسائل النصية لأن أصبحت بالصورة أصبحت بالمشاهدة ربما في البداية كانت تبقى عن طريق الكتابة فقط الآن أصبحت عن طريق الصوت والصورة هذه الرسائل عبر وسائل تواصل الاجتماعي هل تضر الهواتف الذكية بالعلاقة الإنسانية؟ لا الهواتف الذكية ولمواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة إذ استعملها الإنسان في خير واستعملها فيما فيها فائدة فلها فوائد كثيرة على الإنسان بحيث تعرف على أناس جدد بحيث يقوم بقضاء أموره والتعرف على أشياء جديدة إذ استعملها في خير وفيما فيها فائدة فلها فوائد ولها أمور خيرية كثيرة طيب بحيث يصبح العالم كقرية صغيرة يمكن للإنسان يتواصل أن يقرأ أن يتابع دروسه أن يتابع عمله عبر الهواتف الذكية أو عبر وواقع التواصل الاجتماعي الجديد طيب تمرين ثاني لاحظ المشهدين وعبر عنهما بأسلوبك الخاص الأسلوب المشهد الأول شخص يكتب رسالة يكتب رسالة عن طريق الورقة والقلم والصورة الثانية شخص يتحدث مع شخص أو يتحدث مع مجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي الطريقتين في التواصل تفضل؟ أكيد نفضل طيب كل طريقة ولها نكهتها ولها طابعها لكن حاليا ما دمرنا في العصر العولة موعص تطور تطور استعمار التواصل عن طريق تواصل الاجتماعي الحادثة أفضل لأنها تختصر الوقت وممكن تواصل مع مجموعة من الناس في فترة واحدة بخلاف الرسائل في مركز تجاري لاحظت أن أحد الزبائن يدفع ثمن مشتريته باستعمال البطاقة الذهبية بينما أبي يسدد المبلغ نقضا فتفجأت وسألته لماذا لا تملك مثل هذه البطاقة يا أبي؟ عرف والدك بهذه البطاقة بطاقة الذهبية هي بطاقة باردية إلكترونية ممكن أن ندفع المشتريات أو نسدد فاتورات أو نقوم بسحب الأموال عن طريق هذه البطاقة لها مزايا كثيرة قلنا دفع المشتريات دفع فاتورة الماء والكهرباء والهاتف سحب الأموال لها مزايا كثيرة هذه البطاقة الذهبية 84 قارن بين الحالة المدنية الإلكترونية والحالة المدنية التقليدية من حيث الوسيلة والجهد والوقت الحالة المدنية الإلكترونية وسيلة جديدة وسيلة متقدمة حديثة بينما تقليدية قديمة الوقت الحالة المدنية الإلكترونية تربح الوقت بسرعة بحيث تتم العملية بسرعة في أقل من دقيقة ربما بينما الحالة المدنية التقليدية تأخذ وقت كبير ملء البيانات والتوقيع وأخذها للمصادقة عليها وهكذا تأخذ وقت طاويل أكثر الجهد الحالة المدنية الإلكترونية لا تأخذ جهد كبير ربما نستغني أصلا عن الموظف نستعمل إلى الحاسوب أو شبكة الأنثرنت بينما الحالة المدنية التقليدية تستدعي موظفين كثر ومناصب شغل وتأخذ جهد كبير برعاق الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لا تستغفرك ربي وأتوب لك السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر